واقع مرير تعيشه البلاد في ظل حرب الميليشيا فالفقر بات سمة طاغية على ما عداها وترد الوضع الاقتصادي دفع بالآلاف إلى حافة الجوع والمرض والنزوح تداعيات انقلاب الميليشيا على الدولة ظهرت جليا في انهيار الريال اليمني مقابل العمولات الأجنبية فقد تسارع هذا الانهيار ليصل سعر الريال مقابل الدولار إلى 380 ريالا تدهور نتج عنه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية في بلد يصنف 85% من سكانه تحت خط الفقر في وقت تسببت فيه الأزمة بمغادرة العديد من رؤوس الأموال إلى خارج البلاد فيما اضطر آخرون إلى إغلاق شركاتهم ومحلاتهم التجارية خشية تعرضهم لأضرار مادية مراقبون يرون أن ضعف الرقابة على محلات الصرافة ساهم في تفاقم التدهور الحالي بأسعار صرف الريال خاصة مع ازدياد حالات المضاربة المفتعلة بالعملة الصعبة مع نشوء ما يسمى باقتصاد السوق السوداء موسيقى